زي ايه بشوندس زي لما يتقال هو انتو ليه م بتروحش تلعبوا في برسعيد مثلا والمصر ما بيجيش لعب في القاهرة هي مش رايح جاي PTSD ليه الا هلا بروحش لعب في الاسماعيلية طب ليه لا اسماعيل ما بيجيش لعب مع الاهلا في القاهرة ده قرار لا الاهلي هو اللي واخده ولا الاسماعيل اللي واخده ولا المصر اللي واخده اعتبار امني من بعد الاحداث اللي حصلت في استاد برسعيد خلاص اتحاد الكرة او الجهات الامنية المسؤولة شايفة انه المباراتين بيتلعبوا في ارض بر الاهلي ما بيروحش في القاهرة ويه الميزة اللي الاهلي واخدها ولا فيه جمهور طبعا الاهلي ما بيروحش الاسماعيل طبعا الاسماعيل ما بيجنش القاهرة ما تكمل الجملة المسألة ذهبوا اياب بيتلعب المطشين في ارض محايدة في برج العرب او في اسكندرية او اللي لاجنة المسابقات بتقوله سواء الاهلي والمصري او المصري والاهلي والاهلي والاسماعيلي والاسماعيل والاهلي ها هو دي المشكلة في الاجتزاء اه ابراهيم النواية ما بتبانش غير في الاجتزاء انك تاخد جزء من الجملة او المشهد متعلق عليه فيديلك نتائج غير غير الواقع وغير المنطق اما يدي جي تقولك ما تلعبش في اسماعيل ليه؟ طب ما بلعبش في القاهرة ليه هي هي يعني لو انا بلعب في القاهرة لا يبقى فيه ظلم يبقى ما ينفعش ما ينفعش الإسماعيل يجيني وأنا مرحلوش أو المصر يجيني وأنا مرحلوش مش زبط كده لكن إحنا الاتنين منلعب في أرض محايدة ها هتقولي برج العرب بتلعب عليه كل ما تشاطك والمصر بيبقى عليه كل ما تشاطك والمصر بيلعب على لا مش كده بس هو أنا اخترت برج العرب بس أنا اخترت ثلاث ملاعب ها يعني والحط اللي حيقولي يلعب فيه هروح ألعب فيه يعني هي الآن ما تحطوش وهو ده ما تجيش أنا اتهمك بقى أنك بتلعب على مشاعر الفرق بين بين الإسماعيلي والمصري هو ده مقصود إيه بالكلام ده مقصود إيه تحريد تحريد وإسارة فتح تحريد وزيادة الفجوة اللي بين الجماهير الأهلوية والجماهير السماعال الأهلوية والجماهير البورسعيد ورغم كده ما بنقولش حرصا عشان ما نبقاش احنا عامل مساعد في إذكاء التنافر ده أرجو كلنا كلنا يالي بتقول بتجيبوا سيرتي زمالك ليه ما تجيبش سيرتي عشان ما ردش عليك